وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بدراسة السيناريوهات المقترحة بما تحمله من إجراءات إضافية لاتخاذ قرارات سريعة تسهم في تحسين التعامل مع معدلات التضخم جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنصيقي للسياسات النقدية والمالية والذي شهد استعراض سبول زيادة حصيرة البلاد من النقد الأجنبي بالإضافة إلى الجهود التي يقوم بها القطاع المصرفي لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتدبير احتياجات البلاد من مسلزمات الإنتاج والسلع الأساسية كما تطرق الاجتماع إلى موقف برنامج الطرحات الحكومية وتطورات إتاحة غرفة البيانات الخاصة بشركتي صافي ووطنية من خلال مستشار الطرح والعروض المختلفة التي أبدت رغبتها في هذا الطرح